برنامج بريدي مع الأستاذ ياسر الحزامي رسالة من حساس بقلم الأستاذ ياسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ياسر تعبت من كلام الناس فأنا إنسان زجاجي تخدشني نظرات أعينهم وتهمشني حجارة نقدهم بسرعة أحرج وبسهولة أجرح أحاول تقبل النقد فلا أستطيع أهرب منه وأتجنب صاحبه حين أسمعه أتفاعل معه وأعيش فيه وأتأثر به يشغل تفكيري ويؤذي مشاعري ويحد من عفوية سلوكي لا أدري هل ينتقدون لأنهم يحسدون أم لأنهم صادقون مرة أقتنع ومرات أمتنع ماذا يستفيدون وماذا يقصدون يزعجني الناقد فأرد عليه أو أتجاهله حتى أصبح الناس يتحاشون نقدي ويتركون نصحي حتى تعبت وأتعبت فكيف الطريق إلى الخلاص من حساسية النقد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك أخي الكريم وأشكر لك تواصلك وأقدر لك مشاعرك إن زعاجك من النقد دليل بشريتك فمن الذي لا يحزن منه؟ ومن الذي لا يهتم له؟ ولكن الحكيم يوجهه ويستفيد منه والحساس يواجه أو ينهزم أمامه الناس يا صديقي لم يسلم منهم البعيد الذي لم يجالسهم ولا الغريب الذي لم يخالطهم ولا الميت الذي فارقهم فكيف تسلم منهم وأنت بينهم وأمام أعينهم؟ بل لم يسلم منهم خير البشر وأكملهم لم يسلم منهم نبينا عليه الصلاة والسلام فقالوا عنه شاعر وكاهن ومجنون وقالوا له اعدل يا محمد وألقوا الشوك في دربه وسل الجزور على جسده فكيف تريد أن نسلم منهم أنت وأنا؟ موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل فيه وألقيت عليك محبة مني لم يسلم من الأذى والنقد عامله فرعون بشدة وأذاه الناس بكثرة حتى قال يا رب كف ألسن الناس عني فقال له ربه عز وجل يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي نعم فقد سبوا الله عز وجل وقالوا يد الله مغلولة والله ثالث ثلاثة وأن له ولدا وصاحبة سبحانه جل جلاله وهو يعطيهم ويحميهم ويشفيهم ويكفيهم فكيف بنا أنا وأنت؟ والله لو صحب الإنسان جبريله لم يسلم المرء من قال ومن قيله قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيله قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليله فهذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيله الناس يا صديقي لا يعجبهم أحد ولا يرضيهم شيء ولا يمكن أن يجتمعوا على مدحك رضاهم لا ينفع وصخطهم لا يضر رضا الناس غاية لا تدرك فلماذا جعلتها لا تترك؟ يقول ابن القيم رحمه الله رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور فهو مستحيل ولا بد من صخطهم عليك لا تحاول إرضاء العالم كله لأنك لن تستطيع ولا تحاول أن تحمل آراءهم معك في كل مرة لأنك لن تطيق ولكن انظر إلى ما فيه طاعة ربك وصلاح أمرك ففعله حب النقد يا صديقي جبلة في الإنسان فهو ينقد أحيانا من باب النصيحة الصادقة التي غايتها النصح والإصلاح وينقد أحيانا بداع الغيرة والحسد وليس لأنك سيء وينتقد أحيانا من أجل التنفيس والتخفيف على نفسه وليس لأنك سيء وهذا النوع كثير من الناس فعندما تنجح وتفلح فإن نجاحك يشعرهم بشعور سيء تجاه أنفسهم والناس يكرهون منك ما يصغيرهم لا ما يصغيرك فإذا كان مبناك أعلى من مبناي فإما أن أنافسك وأرفعه وهذا رائع ولكنه مجهد وإما أن أهدم مبناك ليبقى مبنايه والأعلى وهذا ما يفعله كثير من الناس فكل الناس يحبون النجاح وليس كل الناس يحبون الناجحين والذين لا يعملون يؤذي أنفسهم أن يعمل الناس فتقدمك يؤخرني وارتفاعك يخفضني وعظمتك تصغيرني وسيرك يشعرني بالتوقف فليس لي إلا أن أخفف وقع ذلك على نفسي من خلال التشكيك في منجزك أو مقصدك أو طريقتك أمثال هؤلاء يا صديقي يعتبرون النجاح من ممتلكاتهم الخاصة وأنت عندما تسبقهم فكأنما تسرقهم لا يهم يا صديقي استمر في سرقتهم فلن تقطع يدك واعلم أيها المبارك أن النقد مهما كانت أسبابه ودوافعه لا يعدو إلا أن يكون هدايا نتلقاها من صديق يريد نفعك وإفادتك أو من عدو يريد انتقاصك وخدشك فإن كان صادقا في نقده فهو كالدواء مر طعمه نافع وقعه فلا تجعل خطام سعادتك بيد الناس لا تكن أسيرا لآرائهم فقيرا إلى كلماتهم لا تجعل رأيهم فيك سدا يحتجز الأمل بل اجعله جسرا يوصلك إلى أحسن العمل اجعله يدفعك ولا يمنعك يحفزك ولا يحجزك كن قويا فالضعيف يخشى النقد ويتحسس من رأي الآخرين فيه والقوي يتقبله بلا حساسية ويقبله بلا تبلد إحساس ويسفيد منه ويستأنس به الضعيف بسرعة يحرج وبسهولة يجرح يتحسس من النقد ويتضايق منه يتجرعه بغصة أو يرفضه بشدة القوي لا تهزه النظرة ويتقبل المزحة نعم يتضايق من النقد لأنه بشر ولكنه لا يبالغ في تحليله ولا يتكلف في تسويغه كن قويا يا صديقي لأنك لا تستطيع أن تغلق أفواه الناس ولكنك قادر على تحصين نفسك من التأثر والتحسس مما يقال تفحص ما يقال لك فإن كان صحيحا فأصلح به نفسك وإن كان خطأا فاحمد الله على فضله تفحص كلماته وملحوظاته واسعى إلى تقصيه في نفسك فإن كان خطأا أقصيته وإن كان حقا أصلحته ليس الحل في الهروب من النقد بل في مطاردته والغوص فيه والاستفادة منه ليس كل نقد شخصنا وليس كل نقد تحاملا وليس كل نقد تصيدا وترصدا فلا تنزعج من الحق إذا أبداه الناس لك فإن رأيت وجهك في المرآة عبوسا فلا تكسر المرآة فهي تعكس الحقيقة دون تهويل أو تهوين ابحث عن صديق نصوح وسط انصح واطلب رأيه في صفاتك وإيجابياتك وسلبياتك اسأل من حولك ممن يعرفك وعاشرك أو عمل عندك أو معك قوم نفسك فلن يستقيم الظل ما دمت معوجه ظلك هو سمعتك هو ذكرك الذي ينعكس على أرض الواقع من ضوء الحقيقة قد أفلح من زكاها فترقية نفسك وإصلاحها مسؤوليتك أنت فلا تنتظرها من أحد فالناس مشغولون عنك بأنفسهم نوع وعدد مصادر الكشف عن عيوبك اسأل زوجتك، أبنائك، زملائك، أصدقائك، جيرانك، إخوتك، والدك ووالدتك اسألهم عن أبرز ما يضايقهم فيك وأبرز ما يتمنون زواله عنك وعلم يا صديقي أن نقد الذات والبحث عن عيوبها صعب جدا لأنك حين تنقض ذاتك تقوم بدور الحجر والنحات في آن واحد ورغم الألم لا بد من القيام بذلك حتى تصنع تحفتك التي ترضيك لتعرضها على المشترين في سوق التقبل الاجتماعي ولكن تذكر أن النحت الدائم والقاسي يفتت الحجر وتركه بلا نحت يبقيه بعيوبه والفضيلة وسط بين رذيلتين ويبقى السؤال كيف أتعامل مع النقد وإليك بعض النصائح النصيحة الأولى فرق بين الحقائق والآراء فإن كان النقد حقيقة فاستفد منه وتوقف عنده وتفاعل معه وإن كان مجرد رأي فاستأنس به ولا تكترث به ولا تلقي له بالا ومثل هذا الفحص لما يقال لك وفيك وعنك يعطي النقد حجمه ويرسم لك حدوده ليقع في القلب وتستجيب له الجوارح تطبيقا وتفعيله ومهما قال الناس من حقائق أو آراء تأكد أنها إن هزت من قدرك فلن تغير من قدرك يروى أن أحدهم كان يجلس بين يدي خاله يطلب العلم فقال له خاله مرة والله لا تفلح ولا يطلع منك خير فحزن الطالب وخرج في طلب العلم وجد له حتى برز وأصبح من الأئمة فيه وألف كتبا كثيرة وفي يوم ما تذكر الموقف فقال رحم الله خالي لو رآني والناس من حولي وقرأ كتابي لكفر عن يمينه أتعرف من هو هذا الطالب البليد إنه الإمام أحمد بن جعفر إنه الإمام الطحاوي رحمه الله صاحب العقيدة الطحاوية وخاله المزني رحمه الله وريث الإمام الشافعي رحمه الله في علمه وأكبر تلاميذه ورغم جلالة قدر خاله فرأيه لم يكن حقيقة مهما قال الناس فيك فقولهم ليس حقيقتك ورأيهم ليس قدرك فاحتمل ما يقولون ولا تتأثر به يقول عروة بن الزبير رحمهما الله رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عزا طويلا قل أن تجد ناجحا إلا وفي سيرة حياته كلمات ملتهبة دفعته ولم تحرقه أنت أدرى بنفسك فلا يغرن كما قيل لك ولن يضرك ما قيل فيك تعامل مع الآراء كما تتعامل مع الرداء فإن ناسبك وإلا فاخلعه وليتسع صدرك لمن يشدم ولمن يذم ولمن يسيء وكن قويا فالقوي ليس بالسرعة وإنما من يملك نفسه عند الغضب قال رجل للشعبي رحمه الله إنك رجل سوء رأى فقال له إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك نعم هذا كل ما في الأمر وشتم رجل سلمان رضي الله عنه فقال له إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما تقول هكذا أخلاق العظماء وقال رجل لأبي بكر لأسبنك سبا يدخل معك في قبرك فقال بل يدخل معك أنت رفعت الجلسة وانتهى النقاش وخير من هذا وأصدق حديث أخرجه البخاري يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد أي عظمة أي صفاء أي حلم أي خلق لفظ مذمم هو رأيهم فيه لكنه لم يلغي حقيقته عندهم أنه محمد الصادق الأمين النصيحة الثانية اجعل النقد وقودا ولا تجعله يقود اجعل نقد الناس لك وملحوظاتهم فيك وما آخذهم عليك مجرد فائدة ولا تجعلها في الحكم عليك قاعدة ولا لسلوك قائدة فائدة لا قاعدة فائدة تفيدك لا قاعدة تقيدك فائدة لا قاعدة فائدة تنفعك لا قاعدة تتبعها وتلزمك عندما يقول لي أحدهم أنت تنفع في كذا ولا تنفع في كذا فما يقوله ينبغي أن يكون فائدة لي لا أن أعامله على أنه قاعدة أجعلها أحد مبادئه عندما يقول لي أحدهم اللون الأحمر أجمل عليك من الأبيض فأخلعه وأرتد الأحمر ويقول لي آخر الهندسة لك أفضل من قسم المحاسبة فأسعى إلى التحويل ويقول لي آخر هاتفك قديم والجديد أفضل لك فأستبدله مباشرة عندما يحدث كل هذا أو بعضه فإن الفائدة تحولت إلى قائدة لسلوكي وردود فعلي وقراراتي تقبل النقد فأنت بشر تصيب وتخطئ والناقد بشر يصيب ويخطئ فلا تأخذ كلامه قاعدة ولا ترفض كل ما يقول وتعتبره بلا فائدة اجعل ما يقوله الناس لك من آراء لوحات إرشادية تدللك ولا تجعلها الطريق الذي تستقله باتجاه سعادتك النصيحة الثالثة لست وحدك عندما تنتقد فاعلم أنك لست وحدك عندما تشعر بالضيق من النقد فاعلم أنك لست وحدك النقد مؤلم النقد مزعج النقد محزن ولا أظن أن هناك من لا يهتم بما يقوله الناس فيه مدحا كان أو قدحة فإبراهيم عليه السلام قد سأل الله الثناء اجعل لي لسان صدق في الآخرين سأله بأن يجعل له ثناء صادقا مستحقا مستمرا إلى آخر الدهر فاستجاب الله له فكان مقبولا محبوبا معظما في جميع الملل وكل الأوقات وقال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني وقد قال ربنا جل جلاله لنبينا صلى الله عليه وسلم قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون وقال سبحانه ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون لماذا؟ لأنه بشر عليه الصلاة والسلام يقول الشوكاني رحمه الله وما ذلك إلا بمقتضى الجبلة البشرية والمزاج الإنساني إذن ما الحل؟ الحل في إكمال الآية فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الكون كله يسبح بأفلاكه وجباله وأشجاره وأحجاره وبحاره ودوابه ولكن لا نفقه تسبيحهم إن التسبيح يدمجك مع المسبحين فتسير مع تيار المخلوقات فتشعر بانسجام ورفعة من شأها تسبيح الله جل جلاله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن التسخط من كلام الناس لا يعالجه سوى شعور الرضا بالقضاء والصبر على الأذى وكثيرا مقترن الرضا في القرآن بالتسبيح قال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى اصبر وسبح معظم يومك ليحصل لك الرضا بإذن الله إن مما يحمي النفس من سهام الألسن أن تقيها بدروع التسبيح لله جل جلاله فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن حزنت من نقدهم فستحزن وحدك وإن سبحت ربك وذكرته فلست وحدك فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فإذا التقمك حوت الحزن أخرجك تسبيحك إلى شاطئ الرضا والسكينة وختام القول في النقد أد النصيحة على أكمل حالي واقبلها على أية حالي استفد من النقد ولا ترفضه ابحث فيه وعنه ولا تهرب منه إن أسعدك فلا يغرك وإن أحزنك فلن يضرك قابل النقد بالقبول والمنقود بالإصلاح والعاقل لا يكسر ساعة المنبه لأنها إيقظته تناول المحتوى بالتفحص والتشريح وعالج شعور الضيق بالتسبيح وتذكر ما دام الناقد بشر والمنقود بشر فلماذا الضيق والضجر نفرح بالمدح ولا نبحث عنه ونحزن من القدح ولا نخاف منه فهو من الصديق هدية ومن العدو دواء عداتي لهم فضل علي ومن فلا صرف الرحمن عن الأعادية هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالية فشكرا للناقد والحاقد فالأول يعدل مساري والثاني يزيد من إصراري أخي ينصح ولا تفضح وعاتي بدون أن تجرح فإن ساءتك أقوال فسبح في الورى سبح وسامح من أساء وقل عسى ربي لنا يسمح وإن ضاقت بك الدنيا تفكر في ألم نشرح وسلمولاك تيسيرا لعل الله أن يفتح منصة خطوة